السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين أبناء العزاء طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي منسوب شركة آفاق التعليمية نحن اليوم يا أبطال مع درس جديد من دروس مادة لغتي بعنوان عمر رضي الله عنه والأسرة الفقيرة فهيا بنا يا أبطال ومع كراءة الدرس عمر رضي الله عنه والأسرة الفقيرة خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة ومعه خادمه فرأى نارا من بعيد قال عمر رضي الله عنه أرى ناسا يقاسون البرد فهيا بنا إليهم لنعرف حالهم اقترب عمر رضي الله عنه وخادمه من المكان فوجد امرأة ومعها أولادها الصغار يبكون قال أحد الأولاد أنا جائع أريد الطعام قالت الأم انتظر أنت وإخوتك قليلا حتى ينضج الطعام وقف عمر رضي الله عنه قريبا من الأسرة وقال السلام عليكم قالت الأم وعليك السلام قال عمر رضي الله عنه ما عندكم قالت الأم حل علينا الليل وهاجمنا البرد ولا طعام عندنا نسد به جوع صغارنا نظر عمر رضي الله عنه فوجد الأولاد حول القدر الكبيرة والنار تحتها فسأل وأي شيء في هذه القدر فقالت ماء حتى يسكتوا ويناموا تألم الخليفة عمر رضي الله عنه من كلام المرأة ومنظر الأولاد وأسرع هو وخادمه نحو مخزن بيت المال وأخرج كيسا كبيرا من الدقيق وقال لخادمه احمله علي فقال الخادم والله لأحملنه عنك إلا أن عمر رضي الله عنه أصر أن يحمل الكيس وضع الخادم كيس الدقيق فوق ظهر الخليفة وحمل بعض الزيت ثم أسرع إلى مكان المرأة أنزل الخليفة عمر رضي الله عنه كيس الدقيق على الأرض وجلس قريبا من النار ثم وضع الدقيق والزيت في القدر وانتظر حتى نضج الطعام ثم وضعه في طبق وقال للمرأة نادي أولادك اجتمع الأولاد حول الطبق يأكلون وقف أمر رضي الله عنه بعيدا ينظر إلى الأولاد حتى أكلوا وشبعوا وانتظر حتى ناموا ثم قال لخادمه الحمد لله حان موعد الانصراف لقد شبع الأولاد وناموا هيا بنا انتهى قراءة الدرس يا أبطال وإلى لقاء آخر إن شاء الله ومع حل التدريبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته